ما حكم الزواج الإجباري؟ وإذا أرادوا الإجبار وبعد ذلك توافقت المرأة مع زوجها هل يعتبر باطل بحيث يجب أن يعيدوا عقد الزواج؟ الإجبار حرام يعني إجبار البنت حرام إلا في حالات استثنائية مثلاً أحياناً البنت ترفض الزواج برجل كفئ مرتضى في دينه مرتضى في خلوقه مرتضى في سمحته إلى آخره وتريد رجلاً إما من أصحاب الكبائر يعني يأكل المال الحرام أو عنده أو يشرب الخمر أو كان لا يصلي إلى آخره يعني غير منظيم في دينه أو في خلوقه أو في واحد منهما لا هنا يكون الأب أعرف بمصلحتها يكون الأب أعرف بمصلحة ابنته فهنا نعم هذه حالات استثنائية طيب لنقول أجبرة المرأة طبعاً ما سوى ذلك حرام ما سوى ذلك حرام إجبار المرأة طيب لنقول أنه أجبرها وبعد ذلك توافقت المرأة مع زوجها هنا في هذا الحالة هل يعيدون العقد يعتبر باطلاً لأنه أجبرت؟ لا 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 حاجة لعادة العقد يتم العقد صحيحاً ترجمة نانسي قنقر